هو الذي يريكم آياته خلي باركم والقرآن بيأخذنا وينزل لكم من السماء رزقا قال لا آيات الله آه الشمس آية والقمر آية والليل آية والنهار آية والموت آية والمولد آية والصحة آية كل هذه آيات وينزل لكم من السماء رزقا الماء من السماء ولولا الماء ما نشأ على الأرض يرزق لكن المهم إبعا حينما تكون وأسأل الله أن أكون معك ونكون جميعا من المنبين وما يتذكر إلا من ينيب يعني لا يتعز بهذا ولا ينتبه لهذا ولا يستفيد من آيات الله هذه كلها إلا القلب المنيب وجاء بقلب منيب والإنابة كيف تأتي من خشي الرحمن بالغيب حينما تخشى من الله من قدرة الله من سلطان الله من قهل الله هذا أو هذه الخشي من الله تأخذك إلى قلب منيب تأخذك إلى قلب الرجاع يرى نفسه ويرى أفعاله ويراجعها ولذلك نؤكد على المعنى الذي قيل واتبع سبيل من أناب إلي هذا معناه أن تكون لك معرفة بسبل المنيبين بسبل الرجاعين من معرفة سيارهم من قراءتهم من قراءة أحوالهم من معرفة عبارتهم يعني تعالى أخي المسلم لما نسمع رجل زي الإمام النووي جلس في دمشق فسرق يوما من بستان بعض الفاكهة فجلس الإمام النووي هذا العام لا يشتري فاكهة من دمشق إطلاقا مخافة أن يكون فيها مما سرق شوف العبد المنيب لله سيدنا أم المؤمنين عائشة أقسمت يوما بالله فحنست مع أن في الحنس تشريع حقيقي لأنها أقسمت ألا تكلم قريبا ثم صالحت فأعتقت رقبها وهي بتموت وجدوها تبكي قالوا لما يا أم المؤمنين قالت حلفت بالله يوما فحنست مع أنها كفرت والتكفير على ذنب انتهى لكن القلب المنيب يخاف وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ترجمة نانسي قنقر